على الأجواء وزيان بقول لحضراتكم فيه قلق بس بقول لحضراتكم القلق صح ما تخافوش أبدا على النادي الآلي في المواقف اللي زي دي المواقف الصعبة بتلاقي رجالة النادي الأهلي موجودة وده ماتش صعب وماتش بطولة ومنافس قوي منافس صعب النتيجة اللي تعاملت نتيجة مش عايزة أقول سلبية ولا إيجابية قوي علشان برضو ما نداش أكتر من حقها ولكن من المفترض إن نتيجة مباراة الزهاب اللي هي تعادل سلبي من المفترض إنها تكون في صالح النادي الأهلي هنا على أرضه إزاي؟ ولما نيجي نتكلم بلغة الأرقام هنقول إيه؟ أو بلغة المنافسة هنقول إن النادي الأهلي النهاردة ليه فرصة واحدة إن ياخد البطولة يكسب بأي مكسب يكسب بأي نتيجة ياخد البطولة إن شاء الله طيب لو جينا للتراجي عنده فرصة إيه؟ مع إنه هو متعدل على أرضه وتعادل سلبي إنما هو عنده فرصة للنهاردة إنه يكسب بأي نتيجة أو يتعادل تعادل إيجابية معانا على الشاشة تحرك لعيبة النادي الأهلي من الفندق إلى ملعب المباراة إن شاء الله بإذن الله بالنصر والتوفيق إن شاء الله لعيبة النادي الأهلي بقول لحضراتكم مرة تانية التعادل السلبي في تونس النهاردة مباراة العودة ما فيش مجال التعويد بقى بعد مباراة العودة النهاردة ما فيش مجال التعويد النادي الأهلي لفرصة إنه هو يكسب بأي نتيجة طيب فرص نادي التراجي فرص نادي التراجي يكسب بأي نتيجة لقدر الله أو يتعادل تعادل إيجابي لقدر الله أيضا فالنادي التراجع عنده فرصتين ولكن النادي الأهلي عنده فرصة عظيمة جدا 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 ما استفادش منها النادي التراجع على ملعبه خلينا الأول في الكلام برضو اللي قاله فاروق صلاح وشوش اللعيبة لعيبة النادي الأهلي هما رايحين ملعب المباراة شايفين تركيز تركيز عالي جدا على فكرة لعيبة النادي الأهلي مش محتاجة إن حد يقول لها تركيز ومش محتاجة دوافع لا لعيبة النادي الأهلي في المواقف دي يعني يعتمد عليها اعتماد كله وانت مغمض وانت مغمض وانا متأكد إن لعيبة النادي الأهلي النهاردة حاسة بالمسئولية مش مسئولية بقى الماتش لا ده مسئولية بلد كاملة جماهير الشعب المصري كلها الجمهور كله في مصر النهاردة مستني لعيبة النادي الأهلي مستني البطولة رقم 12 الإفريقية من لعيبة النادي الأهلي مستني تفرحه الشعب المصري زي ما النادي الأهلي يفرحه كأعداته دائما شايفين على لجوء تركيز ويه مش عايزين برضو التركيز أشد أو أزيد من اللازم لأنه أحياناً بيقلب للضد ولكن فيه تركيز فيه ثقة بالنفس فيه تفاقل فيه إن شاء الله مكسب ماتش النهاردة وبإذن الله يمكن فاروق اللي أنا على اللعيبة المصابة وكان أهمهم وأبرزهم طبعاً علي معلول لنتمنى له الشفاء إن شاء الله لعيبة النادي الأهلي النهاردة تجيب البطولة وتهدي البطولة للجماهير المصرية كلها وللكابتن علي معلول ماتش النهاردة وزي ما بنقول دايماً زي اللعيب رقم واحد لسه هقول اللعيب رقم واحد النهاردة هي جماهير النادي الأهلي هي جماهير النادي الأهلي اللي قدامها جماهير النادي الأهلي اللي بتدي الدافع وبتدي الحافز الكبير جداً 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 للعيبة النادي الأهلي جماهير النادي الأهلي اللي هتشوفه حضراتكم كمان شوية مدرجات استاد القهيرة عاملة ازاي لو اتفرجت النهاردة على كمان شوية هنجيب المنظر ان شاء الله كل مكان في جنبات استاد القاهرة مش هتلاقي مكان فاضي مش هتلاقي مكان فاضي كل جماهير النادي الاهلي من الساعة كام بقول لحضراتكم من الساعة 11 جماهير النادي الاهلي في المدرجات جماهير عمري ما شفت اغبال على مباراة او على تذاكر من اكتر من 10 ايام زي المباراة دي ما شفتهاش والله ما شفته والكل بيسألك طب معاك تزاي اي حد بيسألك طب معاك تزاي اخوك يسألك صاحبك يسألك قريبك يسألك كل عايز يروح الماتش انت بتتكلم عن يعني ما يقلش عن 10 او 15 مليون مشجع او مشاهد عايزين يروحوا الماتش استاد ليه ساعة معينة والساعة تمت الموافق عليها بالكامل طبع هتحضر فيها جماهير النادي الاهلي الطبيعي ان فيه ناس كتير جدا مش هتلاقي تذاكر اكيد لان الساعة خلاص انت مليت الاستاد فاكيد التذاكر على قد اللي حيملة الاستاد ولكن اللي عايز يروح كتير جدا 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 الاهل السنان. كلنا منتظرينه. فاللي انا عايز اقوله في الاخر الجماهير العظيمة دي هيكون لها دور كبير جدا 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 في حسب ماتش اليوم للنادي الاهل. لينا دور? اكيد لينا دور. الجماهير في الملعب ليها دور? طبعا ليها دور. والجماهير في الملعب اتعودنا منها انها تكون اكبر دافع وحافظ للعيبة. اكبر دافع وحافظ للعيبة. تلاقي الجمهور من الساعة 11 بيشجع النادي الاهلي. والهتفات من الصبح من الساعة 11 في الملعب. والجمهور النادي الاهلي تعودنا منه كمان ان هو ما بيسكتش طوال التسعين ديئة. يمكن في بعض الاحيان بنقول الجماهير المغرب العربي او الشمال الافريقي فيها شوية من جماهير الاهلي ولكن جماهير الاهلي مش التسعين ديئة. الماتش كله ما بتسكتش. ما بتسكتش. يمكن جماهير الشمال الافريقي احيانا بتهدى لما فريقها بيتأخر شوية بتاحي الفوز او يدخل فيه جون ولكن جماهير النادي الاهلي بالعكس. بالعكس ودايما تلاقي حتى انتصارات كتير جدا 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 بلاس تسعين او بعد الديئة تسعين من ضمن اسبابها او من ضمن عوامل الفوز جماهير النادي الاهلي. اللي بتفضل تشجع لحد اخر ثانية في المباراة. في المباراة. وبيبقى عندها ثقة كبيرة جدا جدا ان النادي الاهلي حيكسب. فجمهورنا ده دفع كبير. حد يقول لي بس ما بيعملش ضغوط لا. ما بيعملش ضغوط. في ضغوط طبعا. ولكن الجمهور بيدي دوافع اكتر من الضغوط. الجمهور بيشجع بيقذر فرقته طوال التسعين ديئة مش تسعين ديئة او كمان الوقت اللي هو البدل الضاقة. وما يهمهمش نتيجة المباراة. بقول لحضراتكم احيانا النتيجة المباراة تبقى سلبيق احيانا نتيجة المباراة ما تبقاش في بعض الاحيان في صالحك. ولكن هم بيشجعوا النادي الاهلي وبيبصوا الحماس في اللعيبة لحد صفارة الحكم. لحد صفارة الحكم. جمهور النادي الاهلي ده اللي بيسافر ورا فرقته في كل حتة. في كل حتة. بيتلايه في افريقيا في كل حتة. فوق اوروبا لما فيه ما تشت بتلايه في كل حتة. لما بيروح حتى لما بنروح نعمل معسكرات في اوروبا برا بتلايه جمهير الاهلي مالية هناك للملاعب. تتكلم على كل افريقيا. لو تكلمنا عن المغرب عن تونس عن الجزائر عن لبيا عن السودان عن الكاميرون عن نيجة كله هتلاقي جمهور الاهلي موجود. جمهور الاهلي دايما حاضر. جمهور الاهلي دايما حاضر. جمهور الاهلي دايما ورا فرقته. دايما ورا فرقته. واحيانا بيكون العدد قليل. لكن الصوت تحسه انه اكتر من الجماهير بتاعت الفرق المنافسة في الملعب. والصوت ده بيدي دفع كبير جدا 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 للعيبة. عشان كده انا متأكد النهارده. انا متأكد من قبل كده على فكرة. انا متأكد من زمان ان جمهور النادي الاهلي هتكون ليه الكلمة العليا النهارده في ماتش التراجي. وهيكون هو مفتاح الفوز ان شاء الله في التتويج بالبطولة رقم اتناشر الافريقية على مدار تاريخ البطولة. لو اتكلمنا من نحاة الفنية. طبعا لما نيجي نتكلم من نحاة الفنية هنتكلم عن الماتش الاولاني. ولكن الماتش الاولاني ما كانش فيه كتير. ان احنا نتكلم عليه او نتكلم فيه. احداثه ما كانش كتير. الماتش غلب عليه الحذر والحرص شوية من الفرقتين. الفرقتين مش عايزين يخساره. ولكن فيه ميزة للنادي الاهلي النهارده. ميزة الارض والجمهور العظيم اللي انا اتكلمت عليه. ميزة الارض والجمهور ما استفادش منها الترجي الماتش اللي فيه. ولكن دي ميزة كبيرة جدا 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 من ميزات ميزات نادي الاهلي في اللعب النهارده على ملعبه وسط جماهيره دول ميزتين محدش يقدر يحسهم غير اللعبة في الملعب. غير اللعبة في الملعب طبعا وجازهم الفني والمسؤولين في مجلس زارة النادي الاهلي. لعيبة النادي الاهلي ميزة كولر مركز جدا. عمل لهم معسكر من يومين. يعني اول مرة يعملها قبل الماتش بـ 48 ساعة. والكل في حالة تركيز تام. في حالة تركيز تام. وزي ما شفنا كده في الصورة. وهم رايحين يركبوا الاوتوبيس اللي هو ماشي. ان شاء الله بإذن الله يكون اوتوبيس النصر. ماشي بيهم ليه الاستاذ. طبعا الجماهير برضو يعني مش ممكن. ده وراء كمان الاوتوبيس. يعني وراء الاوتوبيس النادي الاهلي في كل حتة. ممكن تلاقي ناس ماشي وراء الاوتوبيس لحد الاستاذ. بتحصل كتير. بتحصل كتير. كلنا عندنا حلم واحد. وحلم كلنا نتمنى من بداية الموسم. حلم كل اهلاوي متعود عليه ان شاء الله ربنا يكملها على خير النهاردة. وتبقى البطولة رقم 12 في دولاب النادي الاهلي. ميستر كولر اختار من وجهة نظره طبعا اللعيبة الاجهز. في غياب طبعا بعض اللعيبة الاصلية للاصابة زي عمر السلية. اللي لسه مكتملش فاقه. محمد رضا اه محمد كريستو. لسه محمد ضوي كريستو. لسه برضو اه مصاب. وطبعا نجمنا الكبير كابتن علي معلول اللي اجرى عملية جرحية في وطر اكيلة. سنتمنى له ان شاء الله السلامة. وفيه طبعا بعض اللعيبة استبعيدهم ميستر كولر. اه هو طبعا ليه وجهة نظر. زي خلع فتاح كريم الدبيس كريم ندفد. ولكن زي ما قال للمرسلنا فاروق صلاح. الكل ورا فرقيته النهاردة. الكل ورا فرقيته. سواء انا في الملعب او احتياطي او برا لأي ما خالص. بتتكلم على على النادي الاهلي. النادي الاهلي روح وانتباء وشخصية حتى لو ما كنت لو انت ما كنتش في الفرقة نفسها. لو انت كنت لعيب وبرى الفرقة على الدكة او لو انت كنت لعيب ومش في الملعب ولا على الدكة وبرى خالص. هي هي دي روح النادي الاهلي. هي دي الروح اللي بتدينا البطولات. هي دي شخصية النادي الاهلي. اللي بتبان برا برا الملعب. وبتبان جوة الملعب. طبعا ميستر كولر ارقامه مع النادي الاهلي كبيرة جدا وحنجيبها بعد كده. ميستر كولر اكيد دارس فرقة الترجي كويس. شافه مع الطبيعة. ماتش الزياب ولو ان ما كانش فيه كتير. الانتهى بتاعاده السلبي. زي ما حضركم عارفين. شايفين ان النادي الترجي اتغير عن النسخة اللي فاتت. بالعكس هو اتغير كمان عن بدايته السنة من ساعة ما المدير الفني البرتغالي كاردوزو مسك الفرقة. لا الفرقة اتغير. لو لو اتفرجنا على فرقة الترجي اكيد فيه ناس كتير جدا. اتفرجت على الماتشات اللي هي في الادوار الاقصائية. دور التمانية والدور قبل النهائي. ليه سيستم واسلوب معين. قد قد يكون غير ممتع. ولكن بيوصلوا للهدف اللي هو عايزه. اقول له حضراتكم الهدف برضو قبل منقول طبعا رغبة مستر كولر طبعا النهاردة. اكيد رغبا امر واحد التتويق. باللقب النهاردة. وده هيكون اللقب ان شاء الله بدون مقاطعة. ان شاء الله هيكون اللقب السابع. بس مش عايزين نسبة للاحداث. خلينا ايه واحدة واحدة. ولما الماتش يخلص بنتكلم على الارقام والالقاب. وكل حاجة حلوة بإذن الله رب العالمين للنادي الاهلي. ولكن لو اتكلمنا بقول لحضراتكم عن اسلوب لعب التراجي. كلنا لعبنا ضد دول في رق شمال افريقيا. التراجي عنده ميزة. خارج ملعبه. بيعرف يدفع كويس قوي. بيلعب على الهجمة المرتدة. وعلى فكرة ما بيغيرش اسلوبه. المدير الفني البرتغالي ما بيغيرش اسلوبه. هو لعب مع اسك في ابتجان بنفس الاسلوب. وقدر يتعادل هناك سفر سفر. وكان متعادل في تونس سفر سفر. ولاجعوا الركلات التراجيح والتراجي كسب. لما لعب مع سان داونز. ربنا وفقه الماتش الاواني يكسب واحد سفر. ولعب بنفس الاسلوب ده على فكرة. لعب بنفس الاسلوب اللي لعب به. النادي الاهلي الماتش اللي فات. والماتش التاني لعب بنفس الاسلوب. لدرجة انه الماتش التاني ما عملش تقريبا غير تلات هجمات. بس جاب منهم جول. جاب منهم جول. فماتش ماتش صعب. ولكن زي ما قلت لحضراتكم احنا متفقلين جدا جدا جدا. لان دا النادي الاهلي. لأ كان الناس يقول زمان ايه يقول لك. تراني عن النادي الاهلي. تراني عن النادي الاهلي. يتقول كذا. يتقول العكس. لا. ما ترانيش عن النادي الاهلي. وانت مغمض كده. النادي الاهلي ان شاء الله هو اللي هيكسب النهاردة. هو الفائز النهاردة. هو اللي هيطوج باللقب النهاردة بإذن الله رب العالمين. كنا بنكلم عن مستر كولر. اكيد رغبته انه هو يضيف لقب جديد للنادي الاهلي ويضاف إلى ألقابه ميستر كولر أرقامه هايلة السنة دي مع النادي الاهلي هايلة السنة دي مع النادي الاهلي ما نجي نتكلم على أرقام ميستر كولر هتشوفه حاجات يمكن مدربين جم للنادي الاهلي الأرقام دي تحققت في سنتين أو ثلاث سنين تعالوا نشوف تقرير عن ميستر كولر ورغبة ميستر كولر في التتويج وإضافة لقب جديد للنادي